فجأة عدت تركيا وروسيا للحديث عن اتفاق سابق بينهما بشأن شمال سوريا تم توقيعه العام 2019 لماذا الآن وما هي بنود هذا الاتفاق الذي يبدو أنه لم ينفذ حتى الآن الاتفاقية بين الجانبين التركي والروسي حددت حجم ونطاق المنطقة الواقعة تحت السيطرة التركية وهي تضاف إلى جيوب استولت عليها من داعش والمقاتلين الأكراد كمدينة عفرين في حلب الشمالي الغربي وبموجب الاتفاق تبقى القوات التركية في مواقعها بمناطق شمال شرق سوريا بشكل أساسي مدينة رأس العين وتل أبيض أما القوات الروسية وقوات النظام السوري فتبقي سيطرتها على بقية الحدود البالغي طولها 440 كم إضافة إلى ذلك اتفق الجانبان على بقاء الوضع القائم كما هو في منطقة ما يسمى بعملية نبع السلام التي تغطي بلدتين الأبيض ورأس العين على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية الاتفاق نص على ضرورة إخراج جميع عناصر وحدة حماية الشعب وأسلحتهم من منبج وتل رفعة مع اتخاذ الجانبين التدابير اللازمة لمنع تسلل العناصر الأرهابية كما ينص الاتفاق على بدل جهود مشتركة لتيسير عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية وأنشاء ألية مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه المذكرة وتنسيقها الجانبان وبحسب بنود الاتفاق أكد على أهمية استمرار العمل المشترك لإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا وفق آلية أستنى ودعمهما نشاط اللجنة السورية الاستثناء شمل القامشلي التي كانت خارج العملية لتفادي الاشتباكات مع قوات النظام السوري حيث من المفترض أن تقوم قوات النظام بدوريات على الحدود كما هو منصوص عليه في اتفاق بين الأكراد ودمشق وتشرف روسيا على تطبيقه ولقوات النظام السوري قاعدة في المطار المحلي للقامشلي كما احتفظت بمربع أمني وسط المدينة رغم أنها تعتبر المركز السياسي للإدارة الذاتية الكردية في الشمال السوري